قال مرصد دوندوالي لمراقبة التأثيرات البيئية في النزاعات ومقره في بريطانيا أنه رصد تسربا نفطيا في مياه البحر الأحمر عقب استداف شنه الحوثيون على ناقلة نفط كانت تمر قبالة سواحل اليمن وأوضح المرصد على حسابه في منصة إكس إن صورا التقطتها أقمر صناعيا لوكالة الفضال الأوروبية أظهرت بقعة تسرب نفطي قرب موقع هجوم الحوثيين على سفينة خيوس ليون التي تعرضت للاستهداف قبل أيام